المطلوب من ريكاردو سوارش نحن نريد منه المحلل الرياضي والمدرب والكابتن النجم العراقي الدولي الكبير ميثم عادل قال مطالبه الفنية من سوارش نشوفه هذا المدرب في المؤتمر الصحفي كان عاطفي جدا في تصرفاته وفي كلامه اللي يمكن استقطب الكثير من عواطف المشجعين الاهلاوية بحيث قبل قميص النادي الاهلي عدة مرات وتكلم أنه يعرف ماذا يدرب ويعرف قيمة النادي الاهلي سواء في مصر أو سواء في أفريقيا وأن النادي الاهلي له مكانة كبيرة على المستوى العالمي هذا شيء جيد ولكن نريد من هذا المدرب أن يترجم هذه الأقوال إلى أفعال على أرض المعنى جمهور الاهلي صحيح جمهور عاطفي جمهور محب للناس اللي تحبه وتعشقه لكن في نفس الوقت يريد هذه الكلمات الجميلة أن تترجم وين تترجم على أرض الملعب بحيث يطور الإداء ويكون للنادي شكل مناسب بهيبة وصطوة زائد النتائج وزائد البطولات لا يكفي فقط أن تحقق النتائج والبطولات مع النادي الاهلي بدون إداء هذا هو المغزى الحقيقي والمطلوب اليوم من ريكاردو سواريش إيه اللي بالصفحة بقيت كلامة طيب فضل هو يعني آقا عاطفي يعني أصل أنت يعني بتقدم نفسك للناس هتعمل إيه لازم تظهر احترامك وحبك وتقديرك وتعد أنك تكون بشكل إيجابي وتتمنى الأفضل لنفسك ولناديك اللي هتشتغله خصوصا لما يكون صاحب شعبية زنادي الأهلي والحقيقة مايسم يعني ويف عند نقطة هو سواريش نفسه أكد عليها هو مايسم عادل كلعيب كورة وكمحلل قالك الأهلي مش كفاية أنه بيكسب محتاجينه يلعب ويمتع الناس هو الرجل قال كده قالك أنا مهمتي أن الفريق يلعب كورة حلوة ويحقق من خلالها النتائج وعلى فكرة الإشكالية ديها تنسب تعرضها كما لو كانوا الاتنين ضد بعض هو أنت ما ينفعش تكسب إلا لما تلعب حلو أو تلعب صح تلعب صح ممكن لده ما بقاش فيه مسحة جمال شوية أو حاجة فيها متعة لكن يبقى الميكانيزم متاع الفريق سليم ميكانيزم لأنك أحيانا عشان تسرع في الهجمة تلجأ لباسة طويلة أو أقل عدد من نقلات ده لا يعطي متعة في الأداء لأن النقل الصغير والطرئيس والمهارة الفردية ومن واحدة واحد هو ده اللي بيديك الشكل الجمالي لكن قد يكون على حساب الفاعلية أيها وهذا ممكن ترأس تعطى الهجمة يعني مش تعارض أحيانا يكون أنت هنا بتستحوز وهنا بتستحوز بس أحيانا يكون استحوازك عبارة عن نقلات عرضية بيقال للإقاع وبيخليك أن أنت يعني ما تديش متعة منتظرة غير متعة النتائج وأنك أنت تبقى الفريق المسيطر دي معادلة صعبة مش أي حد يعملها ومش أي مجموعة من اللعبين تقدر تنافذها لك لكن أنا أزعم عندنا مجموعة من اللعيبة اللي عندها مهارات فردية شفناها قبل كده كتير ولكن ينقصها أولا تتخلص من الإجهاد توصل لحالة بدنية جيدة ثم الالتزام الجماعي اللي من خلاله كل ما التزام تجمعين أستاذ برين تقدر تنافذ مهارتك الفردي طبعا لكن لو أنا لعيب أنا جاي لك وأنت عارف أن أنا حرقص مش هتترقص لكن لو أنت عارف حباصي ولا هشقوت ولا هرجع ولا هرقص غالبا هعمل لأنا عايزه إذن المسألة مسألة إن يبقى عندك سيستم وعندك ميكانيزم زي ما أنت بتقول والفريق يبقى في حالة بدنية تسمح له بالالتزام